دي ارخص شاشة تلاتين بوصة اي بي اف توكي مش هتلاحها ارخص منها دي عاملة الف وتبنمائة جنيه يعني عمق الالوان في الشاشة دي عشرة بيت بتيجي بس ار جي بي والله ما عارف اقولها ازاي اس ار جي بي 146.5% اكتر حاجة عجبتني في الموديل ده بصراحة خامة البلاسيك المستخدم انا مسكت والله شاشة اشكال والوان انما خامة البلاسيك بالنظافة دي والله انا حاس المستخدم هنا سلام عليكم ازايكم وعملين يا رب اكونوا بخير معكم يوسف الشبراوي والنهاردة فيديو جديد للشغل الجديد اللي جادنا ان شاء الله التشكيلة المرضي بفضل اللي هي تشكيلة مميزة جدا بصراحة تشكيلة لان تتقرر بجد في موديلات جاد النهاردة من الحاجات اللي هي نادرة ما بتيجي وجعلنا التلاتين بوصة والسبعة وعشرين وموديلات عالية جدا بفضل الله هنمسك كل موديل للموديل زي ما احنا عودناكم دايما ونرجعوا قبل لمسك الموديلات عشان دايما براع ان في ناس بتشوفنا الاول مرة فبحب اوضح نقطتين اول حاجة ايه هو البانل لان انا كل شوية يعتبر كل الشغل اللي جانب بانل البانل ده بانل موجه لفئة الناس اللي شغالين في المونتاج او اي حد ليه علاقة بتصحيح الالوان او ليه علاقة باهتمام الالوان لازم يشتري الشاشة كون ببانل ده اللي بيخلي الناس يشتري شاشات كمبيوتر ببانل لان الشاشات التلفزيون الجديدة مفهاش نقطة طب انت لو مستخدم عادي يعني انت لو شخص هتقلها تلفزيون او شخص هتجيبها الالعاب او كلام ده كله هنا البانل هو مش بانل ضروري يعني انت مش لازم تشتري الشاشة كون ببانل لكن هي يعني البانل когда بانل بييس كده بيديك الوان افضل بيدي راحة اكتر للعين لما نصلت بالسرعة الفترات طويل على الشاشة البانل يعني بيدي راحة اكتر للعين ايه هو الاس رجي بي اللي انا برضو هؤhost اقوله في جوا الفيديو الاس رجي بي هي نسبة بتقيف نسبة دقة الالوان في الشاشة يعني مثلا وacjiabl علی نسبة دقة الالوان اللي فيها مية بالمية وده يتهمة اكتر بتول المونتاج والجرافيك والاواجت ما بيتهمش الشخص العادي. وزي ما قولت قبل كده انك ما تعتمدش ان الشاشة دي جابة عالي لازم اي حد شغال في المنتاج والجرافك وعايز يوصل لاعلى دقة في الالوان ان هو لما ياخد الشاشة يعمل لها عند اي جهاز يعني يتعمل لها دي افضل حاجة عشان توصل لنقطة اللي هو مكتوب بتاع الشاشة. قسف ان انا طولت عليكم بالنسبة بقى العنوان وتفاصيل الشحن والكلام ده كله. هبقى سبالكم بتكتب واحنا شغالين جهة الفيديو عشان ما انضيعش وقت اكتر من كده. هنبدأ على طول بمقاس الاربعة وعشرين بوصة. للاسف مفيش مقاسات اظهر من كده حاليا. ان شاء الله جاي لتلاتة وعشرين في بس دي لسه هتيجي آآ بكرة. هبصور لها فيديو مخصوص ان شاء الله. هيبقى عليها عرض كويس يعني. بس هنبدأ النهاردة بمقاس الاربعة وعشرين بوصة. اول موديل اللي معنا النهاردة هي الاتش بي. ال 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 ا اربعة وعشرين وان اي. ودي بصراحة من الموديلات المميزة جدا ودي اربعة وعشرين بوصة. ال اي بي اس. بتاعها الف وتسعمية وعشرين. في الف وممتين بقى بقى ستاشر على عشرة. شاشة دي بتيجي بف ار جي بي تفعين في المية وادو بخمسة وستين في المية. من الشاشات الممتازة جدا الشاشات اللي شكلها شيك. الوش بتاعها ببرماضي من قدام والاستاند بتاعها بمتحرك يمين وشمال بيطلع وبينزل وبيقب في تفعين درجة ودي معظم الاستانداج كلها في شاشات الكمبيوتر بتبقى كده معظمها ان بوقس بقول كلها يعني. اه والشاشة دي بصراحة من الخيارات الممتازة جدا بفئة المونتاج والجرافك والاديت والدزاين وكل الشغل ده. والشاشة دي فعرها الف تلتمية وخمسين جنيه. بالنسبة للمداخل الموجودة في الشاشة فالشاشة دي فيها تلت مداخل وهم يعني فيها تلت مداخل وخلينا متفقين ان اي شاشة ما مخرج فيه كابل اسمه ده من ناحية بيبقى اللي هو الابيض ومن ناحية دي كابل اه بين الجودة كاملة وعندي لها وسعر الكابل ده خمسين جنيه ده لاي شاشة ما فيش حبيت شغالها تليفزيون حبيت شغالها على عندك لما في شغل الكابل ده ممتاز جدا ولو شاشة عقباك ونقطة دي هي دي اللي واقفة عليك فالكابل ده بين لك الجودة ممتازة جدا. ندخل بعد كده على الشاشة اللي بعدها اللي بقى لها فترة كبيرة ما بجلناش. يا بالقاعدة طبعا اي شاشة الفيديو ده كل الشاشات اللي فيه بالقاعد. اي شاشة مصوراش بالقاعدة يبقى عشان دي الوقت. بقالها فترة كتيرة غايبة جدا للشاشة دي. دي اربعة وعشرين بوصة هي هي نفس اللي قبلها بس بتختلف بس ان هنا اعلى شوية هنا تسعة وتسعين في المية التاني كان تسعين في المية وين الارجي بي اربعة وسبعين في المية التاني كان خمسة وستين في المية. فهي تعتبر نسبة الزيادة فيها تسعة في المية زيادة عن الشاشة التانية بش فرق كبير او بصراحة ووش حاجة قوي يعني بس في ناس بتهتم او بكل الرقم يعني. دي اه زي ما احنا قلنا نفس المداخل برضو يعني تعتبر هي هي نفس الشاشة بس دي من فئة اه ودي برضو سعرها الف تلتمية وخمسين جنيه. العشاشة اللي بعدها ديل الالترا شارب اليو اربعة وعشرين اتناشر ام. بص يا جماعنا عندي الشاشتين اهم انا تطراحة يعني انا يعني لو واحد بيقيم لي. انا بحب الشركة ديل اكتر. يعني وفي ناس بتحب شركة اكتر من واحد حر في راييه يعني وسانا بحب بدل اكتر. دي هي هي نفس الشاشة دي. دي اربعة واشنين بوصة برضو. كبير ديrap let me buy all the world that many的人 وبرضو بنفس نسبه الس رجي بي. اناو oded with the resistant people دي اربعة وسبعين في المية. دي ات عملت من شركة ديل في السنة بتاعتها وفي نفس السنة. عملت الشاشة دي. هما الاتنين زي بعض بالزبط. وحسب البراند اللي انت بتحبه اكتر. يبقى دي من دل ودي من والاتنين بنسل المواصفات. الاتنين بنسل المداخل والاتنين سعرهم كل الشاشات الاربعة وعشرين اللي احنا عرضنا دلوقتي كلها سعرها الف تلتمية وخمسين جنيه. والاستاند برضو هنا نسل فيك كل الاستاندات برضو معاك متحركة تقدر تطلع تنزل تلف مين تلف شمال معلش ده شكل الشاشة برضو اهو. كده هو ده شكلها من كل الجوانب عشان الناس اللي بتطلب من النقطة دي. تمام كده? دي كده الاربعة وعشرين اللي عندنا. ندخل بقى كده على مقاس السبعة وعشرين بوصة ومعليش العرض ده هيبقى بطريقة عشوائية شوية انا ده ما كنت بحب ارتب الفيديو مثلا من الارخص الاغلى بس انا مش هعرف عمد كده عشان انا ماشي بحسب ترتيب الشاشات. اول شاشة دي انا هسميها شاشة العجب. الشاشة دي شاشة العجب. ليه بقى شاشة العجب. اولا اللي شوف الشاشة دي كده بالمنظر ده. دي يقول على طول دي شاشة الفيديو. هي بصراحة التصميم ده انا خايف للبتاعت الكفر من طول الشاشة. اللي زيزة خايف لها الكفر. كلها معدن. الشاشة دي متصنع كلها من الهايكل بتاعها من المعدن. وانا يعني يعجبني التصميم بتاعها ومش التصميم. التصميم هو زي الزفت بصراحة يا تصميم هو غبيل. انا عاصل يعجبني الخامات المستخدمة في الشاشة دي خامات رائعة يعني. بس انا استعجبت وتوله يعني دي ازاي لد. اول ما يدتها طبعا طبعا هلنحف الفرق ما بين اضاءة ال ال ا دي وال ال س دي. وعلى السريع ايه الفرق ما بين ال ال دي. المفروض اضاءته بتبقى احدث من ال ال س دي. وقالوا انه يعني ال ال ده بزاد اللي هم هتامين كونتاشو الجرافيك بننصح اكتر لمشتري لد اي بي اس. مش ال ال دي اي بي اس. مش وحش لكن احنا بننصح اكتر يعني. فالشاشة دي اول حاجة في العجب يعني. شاشة دي بقى اسمع بقى المصفات. دي سبعة وعشرين بوصة. بتاعها تو كي. معلش خلين نمسكها بس بالعرض عشان نستشوفها كده. بتاعها الفين خمسمائة وستين في الف ربعمائة واربعين. عمق الالوان في الشاشة دي عشرة بيت. بتيجي باس ار جي بي. والله ما عارف اقولها ازاي. ار جي بي مية ستة واربعين ونص في المية. بص انا مش مختنئ بالاركام اللي عجيبة دي. بس هي بتيجي باس ار جي بي مية ستة واربعين ونص في المية. وبتيجي بقى دوب ار جي بي تسعة وتسعين وتلاتة من عشرة في المية. اه الا دوب ار جي بي ماشي اتفع وتسعين في المية. بتشوف حاجات زي جدا. انما اس ار جي بي مية ستة واربعين ونص في المية. انا ما شفتش زي كده قبل كده. اه بشوف في الحاجات اللي هي الشركات النفس كوم زي شاومي وم اس اي والحاجات اللي انا مش باقتنئ باركامهم. انما اني في اختباراتها بتتعمل في المانيا واختبارات موثوق فيها يعني. فمية ستة وارمين ونصف في المية ده رقم اه غريب بصراحة. الموديل بتاعها ايشن اللي بيحب يسرش دي اسمها اني اي سي بي اي سبعة وعشرين اتنين دابليو. تمام? بي اي سبعة وعشرين اتنين دابليو. قرب كده صور لي الموديل بتاعها. تمام? طبعا من فئة تمام? بالنسبة للمداخل اللي موجودة في الشاشة طبعا الشاشة بالقعدة. طبعا احنا قلنا نقطة دي كزا مرة. المداخل بتاع الشاشة بقى. فيها فيها وفيها 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 تلات مداخل وفيها انا معرفش بصراحة دول بيعملوا ايه? يعني اوما رشوف حاجة زكاية بفيها تلاتة لكن هي متصممة كده يعني. على اموم الشاشة ايه في ما احنا شايفينها? ده شكل الدار طبعا بالستاند بتاعها زي ما قلت بس احنا بس عشان ايه دي الوقت. والشاشة دي فعرها تلات تلاف جنيه. تمام? سبعة وعشرين توكي عمق الوان عشرة بت اس ار جي بي مية ستة واربعين ونصف في المية قدوب ار جي بي تسعة وتسعين ونصف في المية. ندخل بعد كده على الشاشة اللي بعدها. معلش يا جماعة المرات دي بيش بيصور بالاواعد لان فعلا الوقت ضيق جدا والواحد عايز يرح يصور الشغل كله. الاتش بي زد الاسبلية. نفس الاربعة وعشرين بس ديه سبعة وعشرين بوصة الاتش بي زد سبعة وعشرين اي. بس طبعا دي بشو رزولوشن فول اتش دي. دي رزولوشن توكي الفين خمسومية وستين في الف واربعين واربعين. ودي بتيجي باس ار جي بي تسعة وتسعين في المية قدوب ار جي بي تنين وسبعين في المية. المداخل اللي موجودة في الشاشة دي فيها اربع مداخل وفي اربع مداخل تمام? ده شكلها من الظهر اهو. اي حاجة يا جماعة في النظافة وكلام ده طبعا مش لاحق انظف انا ده بصور الشغل وطبعا انت اب ما تستلم يعني الشاشة بتطلع لك زيرو يعني بتتنظف لك تبقى زيرو. تمام كده? يبقى دي كده الشاشة دي سبعة وعشرين توكي اي بي اس. آآ يعني بس برجع موصد دايما في السرعة في الاخر كده. ودي فعرها الفين وثمنونمين جنيه. وكل الشغل فرز اول بالاواعد. طبعا لو في حاجة بقى فيها خربوش بسيط من النقل او حاجة بسيط جدا برضو احنا بنراعي سعرها وبنقصمه اللي عميل يعني. ندخل بعد كده على الشاشة اللي بعدها وشاشة دي او الفئة دي طالب اتنين كتير. شاشة تكون سبعة وعشرين بوصة. وكون ببانا الاي بي اس ورزولوشن فول اتش دي عشان طبعا هعرفين الشاشة التوكي يتبقى غالية شوية بسعرها كلها بيبداخل في التلات تلاف جنيه. فدي تعتبر ميزانية كويسة جدا ليه حد عيز ما سبعة وعشرين بوصة وشغل في الشغل ده. دي او دل بي سبعة وعشرين اربعتاشر دي سبعة وعشرين بوصة اي بي اسando فول اتش دي الف تسعمية وعشرين في الف وتمانين. البانة بتاع الشاشة طبعا بانل بس كل الشغل بتصور الناردى كبانل دي بتيجي تسعة و PHID99 بالمية تمام كده? المداخل بتاعت الشاشة عشان ما نساش فيها برضو tänس آآ مداخل تمام? آآ وده شكل الشاشة بالضهر طبعا اي حاجة في النظافة دي زي ما قلنا كي بنظافها يعني لو في اي حاجة هنا زي الحاجات دي كلها بتنظف تمام كده اه طبعا بالستاند المتحرك بتاعها وكل حاجة اه دي سعرها الفين ومائة جنيه سبعة وعشرين بوصة ال اي بي اس رزولوشان فول اتش دين ندخل بعد كده على موديل محترم جدا 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 في اكتر حاجة عجبتني في الموديل ده بصراحة خامة البلاسك المستخدم انا مسكت والله شاشات اشكال والوان انما خامة بالنظافة دي والله انا حاسي مستخدم هنا يعني بش بلاسك ده خشب زين بتكلت بجد والله البلاسك هنا نضيف حاجة كده او يعني معلش او في شوية ترابة او حاجة كل حاجات دي بتتنظف زي ما قلنا ده شكل الشاشة المتظهر عليه علامة كده من هنا وبرضو فيها مدخل اللي هو اللي هو بتاع الشحن ومعاك هنا مداخل هنا من الجنب الشاشة مداخلها فيها كل المداخل فيها سماعات داخلية بس عراحة ده يلم يعني السماعات الداخلية هنا لا يعتمد عليها قوي يعني الشاشة هنا بقى تيجي بمصفاتي اول حاجة نقوله الموديل بتاع اسمها ايه و سي كيو سبع وعشرين سبعين بي دي اه البنل بتاعها بي الاس وعلى فكرة البنل بي الاس هو هو البنل الاي بي اس فانا بقول بس يا بني اس اسمه بي ال اس ده بتصنع من سامسونج يعني هو هو نفس البنل الاي باس اي بي اس توكي الفين خمسمية وستين فالف ربعمية واربعين بي بتيجي باس ار جيبي تسعة وتسعين في المية تمام كده يبقى دي سبع لد اي بي اس توكي راجعت موصلتها في السريع ودي عاملة الفين وثلاثمين جنيه طبعا برضو بالقاعدة بتاعتها. تمام ده شكل الشاشة اهو وش وضهر كل حاجة. ندخل بعد كده على الشاشة اللي بعدها. الايزو الياباني. في شاشات النهاردة جد. يعني بقى لي فترة كبيرة جدا ما شفتهاش بصراحة. الان اي سي والايزو والفجيتسو السيمنز جاية تلاتة وعشرين لبيضة. هيرجعونا والله الايم في زمن الجميل. اول ما بدأت في الشغلة يا جماعة والله كانت ديها دي موديلات اللي انا شغال فيها. كانت ايامها شاشات البيضة وكانت بخمسمة جنيه اللي اربعة عشرين بص. على اموم يعني. اه طبعا الحاجات دي دي حاجات غالية جدا طبعا انا اه مستحيل حد ياخد شاشة زي دي مسلا يروح شغالها تفاهمين افضي? دي بيغضبطوا منتاج لان هي اسعارها جديدة اغلى من كده باضعف. تمام? بس الحرام حد ياخدها بتاع التلفزيون. انا بش واحد بقى اروج الاسترات وقول لك شوف الخامات المستغتمة دي تعيش معاك ده الاسترات انضف هو كان ده كله طبعا حقيقي. لكن انا بش بيروج اول حتة دي انا بيروج اكتر للمواصفات بتاعة الشاشة. الشاشة دي اه من الموديلات المحترمة جدا من شركة ايزو. ايزو اليابان على فكرة المانيا بتاخد من الناس شك كتيرة جدا يعني بما اني بادرس الماني فطبعا بشوف فيديوهات فيديوز كتيرة كل المصالح الحكومية وكل الحاجات في المانيا بينزلوا شاشات في وشاشات من ايزو الياباني. شاشة محترمة جدا في جوزة تصنيع بتاعيتها وبيكتب علىها كده كتابة صريحة. دي سبعة وعشرين بوصة. ده شكل الشاشة من الوش متضهرة وطبعا الشاشة قاعدة بتاعتها لكن طبعا احنا قلنا عشان بس الوقت بتاع التصوير. شاشة دي فيها مدخلين. وفيها سماعات داخلية. وان الموديلات المحترمة جدا جدا جدا. ودي فعرها الفين وخمسمة جنيه. وده فعلا ممتاز جدا على فكرة لان احنا شفنا ان كلهم سعرهم بيبقى الفين وتمنمية وتلاتة. بس ليه مرعاة ان هي ما فيهش مدخل دي فدي فعرها الفين وخمسمة جنيه. ده شكل الشاشة هون الوش متضاهرة طبعا فيها ايو اس بي من الجنب واوديو اوت وكل الكلام ده كله. اهي. تاني سبعة وعشرين لد اي ب اس توكي. ندخل بعد كده على وحش التلاتين بوصة. الاتش بي زد تلاتين اي. تمام? ده هي الوحش بتاعت التلاتين بوصة. اللي اي دي اي ب اس اس ار جي بي مية واربعة في المية. ويدو بار جي بي تمانية وتسعين في المية. عمق الوان عشرة بتاعها توكي الفين خمسمة وستين في الف وستمية. ده هي تعتبر نفس فاتي زد اس بليه هي هي السبعة وعشرين بس الاختلاف هنا ان دي عمق الوان عشرة بت. وي اس ار جي بي مية واربعة في المية. التانية كان تسعة وتسفين في المية ودي ادوب تسعة تمانية وتسعين في المية التانية تنين وسبعين. فالتلاتين اعلى كالموسط من السبعة وعشرين. يعني انت مش بتعلى كبوصة بس انت بتعلى برضو في الموسط بتاعت الشاشة. طبعا بتاعها كل زي ما تفعنا كل الشاشة بس انا بس دي عشان نتركيبها سهل فبركيبها بسرعة. تمام? جاية بالقاعدة الاصلية على فكرة التلاتين بس هي اللي جاية اعادتها بتاعت الموديل بالزبط. انما الاربعة وعشرين والسبعة وعشرين بيركب عليهم اواعد بس نفس الشكل ده عشان. بس الناس ايه انا عارف بيتحسببني على كل كلمة بورة. طبعا انا عارف ان الشغل عاليش يا جماعة مطرب وكده. بس بس عشان الوقت بس انا مش لاحق اصور الكلام ده كله. تمام كده ده مواصفات الشاشة. المداخل الموجودة فيها. فيها كل المداخل. ناس في مداخل السبعة وعشرين. فيجا دي. وفيها من هنا ومن الجنب. ناس السبعة وعشرين بالزبط. بس انا قلت الاختلافات ما بينها وبين السبعة وعشرين. ودي فعرها تلات تلاف وسبعمائة جنيه. وطبعا اسؤال المتكرر تلات تلاف وسبعمائة جنيه يا يوسف ده الشاشات الاتنين وتلاتين الجديدة بالفين جنيه اوالفين ميج جنيه. انا قلت في اول الفيديو وفاهمت الناس ان الشاشة دي محدش ياخدها شغالة تلفزيون حرام انك تاخد شاشة توكي واس ارشي بي عالي زي كده تشغالة تلفزيون دي بيضابط ومونتاج والجرافيك انا بقى كلم واحد بقى فاهم في المونتاج والجرافيك وشايف شاشات الكمبيوتر مش شاشات التلفزيون هيشوف حاجة بقى تلاتين او اتنين وتلاتين بقى سعار النهاردة هيلاسها راح عشر تلاف واتناشر الف فعشان كده اللي فاهم يا جماعة بيريح والله وبيبقى الامور سهلة كده فانا مش باعرض الكلام ده عشان تاخد شاشة زي دي تشغالها تلفزيون هي هتشتغل معك تلفزيون لكن انا بيش عرضها عشان كده انا بقول الشاشات دي مخصصة لشغل تاني اعلى من كده. ليدخل بعد كده على الشاشة القابلة الاخيرة معانا دل الالترا شرب اليو تلاتين حداشر دي بتيجي بعمقة الوان عشرة بيت اس ار جي بي مية في المية ادوى تسعة وتنسعين في المية ودي بنال طبعا كل الشاشات قلنا ان هي بنال تمام ده شكل الشاشة من الوش ومن الظهر اهو بالعادة بتاعتها برضو موجودة قلنا كل الشغل هتوار من غير اواعي دل عادته موجودة دي بقى مداخلها كتير جدا فيها وفيها وفيها اتنين وفيها وفيها مدخل اف فيديو تمام دي كل المداخل الموجودة في الشاشة شاشة من الحاجات المحترمة جدا 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 من شركة دل تمام دي اه يعتبر احنا بنقول ان هي اه سعرها رخيص جدا عشان هي كش رخيص جدا يعني رخيصة قوي هي رخيصة عن قفل التلاتين الليد. تنفع في المنتاج وجرافيك تنفع لكن انا بصراحة برشح اكتر اللي هي مش لكن دي ممتازة وفي ناس خلتها مني من زمان وسبعة وعشرين منها وشاشة ممتازة. فيها اتنين اتش دي حتى لحبت شغالها على مثلا او بلاي ستيشن حاجتين مع بعض برضو توكي الفين خمسمية وستين في الفين وربعمية واربعين فهي من الحاجات برضو الممتازة جدا ودي سعرها الفين وتمنمائة جنيه يبقى بالراحة التلاتين بوصة دي بسعر السبعة وعشرين بوصة الليد. تمام? السبعة وعشرين الليد. التلاتين بوصة دي. بالفين وتمنمائة جنيه بنسل سعر. فانت هتشوف اكتر انت همك الحجم ولا همك اكتر ان هتكون ليد او تمام كده? انا نهاردة هعمل عضلات عمالة شيل شاشات دي زفت من الصبح يعني الحمد لله. طيب اخر شاشة معنا النهاردة ودي برضو من الحاجات المحترمة جدا. معاش هخلاها كده عشان ايدي واجعتني فعلا. اتش بي زد ار تلاتين دابليو دي برضو مش لد اي بي اس عمق الوان عشرة بيت الفين خمس ممائة وستين في الف وستمية. انا ممثلات ما اشتغلت انا حس ان انا بنسى حاجة ان انا اقولها. بقولها دي انا بس اقولها بس مش فاكر ايه هي. على عموم الشاشة دي ار جي بي مية في المية دي ارخص شاشة تلاتين بوصة. اي بي الف وتمنمائة جنيه. يعني ارخص متدل ب الف جنيه. طيب ليه? عشان دي ما بتشتغلش تلفزيون. وما حدش يحاول. مصر كلها حاولت تشغل الشاشة دي تلفزيون. محدش عارفة شغالة تلفزيون. هي شغالة كمبيوتر بس. او بتشغل على بتوب مثلا. انما تلفزيون كاميرات الحاجات دي ما لنتشغلش عليها. فيها مخرجين بس. فيها مخرج ومخرج تمام كده? اسمها تلاتين دابليو. يعتبر ان ما كانش كل الشاشات مش لا مش كلها في موديلات كبيرة جديدة. معظم الشاشات معمول لها مراجعة اليوتيوب. انت لو يعني عايز مشوف مراجعة لها اكتب مراجعة في السريع واكتب الموديل اللي انا بقوله او بكتبه لك هنا. غالبا هتلاقي نعمل لها مراجعة. غالبا مش كله يعني بس غالبا اعمل لها مراجعة. دي كده كانت اخر شاشة معانا في العرض. بالنسبة للضمان انا بدي ضمان شهر استبدال ضد عيوب الصناعة. اي مشكلة لقدر الله في عيوب الصناعة انا بدي عليها ضمان شهر والضمان لا يشمل الكسر والخطوط. يعني لا قدر الله الشاشة تخبط اتكسرت منك تخبط الجابة خط كل الحاجات دي برا الضمان انا مديش دعوة بها. الناس اللي بتقول لي ضمان سانة والكلام ده انا بدي الضمان اللي انا اكون ملزم به. اللي انا باخده واكون ملزم به في الموضوع. انا مديكش نقص في ضمان سنة وبعد شهور ما عرفكش لا. هي الضمان انا بديكي الكلمة اللي انا ملزم بها في الضمان. الضمان ده زي يقول لك شريعة المتعاقدين. ده ما انا اديتك كلمة مبقي ده كده حقك علي. فانا بدي الحاجة اللي هي قدي. بعد كده لو واحد حصل للمشكلة القادرة بعد الضمان انا بفضل معها. لكن طبعا انا بكون في مدة الضمان دي خلاص انا مع الموارد باخد سريالات انا بعمل فيديو عن موضوع الضمان ده برضو عشان الناس بحبه يعني حبه تعرف الضمان انا بمشي فيه ازاي عشان الناس بيعرفة كل التفاصيل فيه. بالنسبة للانوان وكل حاجة كده انا هكون في بتاركم ان شاء الله على مدار الفيديو. الفيديو نهاردة انا اقسف مفيش عروض كويسة اوي كاسعار يعني الحاجات كلها غالية وحاجات كلها موفطة عالية شوية. بس هو الله غاز من عني احنا حسب الشهور اللي بيجي لنا بعرضه وبعريكم تكاليف يعني كلها. وبرضو اه كلمتنا دايما اسأل على الاسعار برضو بره قبل ما تيجي هنا اسأل بشوف اي فعل الشاشة بره لو فيه ارخص انت اولا بيه بصراحة. احنا بنحاول دايما ان نوفر اقل فعل في الثوم ممكن يعني. اه اه يارب ما خشت وولت عليكم يكون الفيديو عجبكم. كم معكم يسف الشبراوي. السلام عليكم وبركاته.